تحية لجميع المستمعات والمستمعين ومشاهدات المشاهدين في مختلفة المنابر اللي حضرت معنا اليوم أولاً قبل ما نأخذ الكلمة في الموضوع اللي أنا اليوم تنقل خاصنا نهضرو فيه أولاً سوف نهضرو في المحامية اليوم كنت أتحدث بصيفتي الحقوقية بصيفتي مواطنة مغربية ملفت أنها لا تقبل الضلم وما ترضى لأننا نتساول على غيرها هذه المسألة الأولى المسألة الثانية وقبل ما ندخل في الموضوع بغيت نوضح واحد التفسير بسيط مبسط للناس يسمعون ما هي الويدادية اللي هي جمعية أو الويدادية السكنية بالخصوص اللي أنا كتر عليها الحديث وكيم جموعة من الويدادية السكنية مؤخراً لدخلتي ودرتي في جوجل كاتتقلب عن الويدادية السكنية ستجد مجموعة من المشاكل وأنواع المشاكل اللي كيناهم والناس قبل ما نخارطوا في أي ويدادية يعرفوا شنو هي بعد الويدادية لأن أمني كتمشي قبل أنك تكون ملخارط في ويدادية هذا معنيته أنك كتكون نسبياً مسؤول ماشي بحالك بحال ذاك المواطن العادي المستهلك العادي اللي كيمشي عند واحد شركة وكياخد قرض أو ما كياخدوش وكيشري واحد العقار لا أمني كتمشي الويدادية فأنت ملخارطوا في جمعية لكا صيفات وعضو في الجمعية كتحضر الجموع العامة ديالها من حقك تطالع التقارير الأدبية والمالية كتعين أو كتنتاخب كعضو في الجمعية العمومية يمكنك تطالع الأعضاء المكتب المسير وبالتالي عندك مسؤولية فقط وإنما عندك حتى المسؤولية فإنك تحمل مخاطر هذه الويدادية وانت كنتمشي لكي تأخذ شركة واحدة كلوفة وانت كنتمشي لكي تحمل المشاكين لكي تقدر هذه الويدادية لأنك ماشي بوحدك فيها فيها مجموعة ممون خريطين وغالباً ما تجمعش فينكو بينهم شي علاقة ديال الصداقة والعائلية ولا كاتتعرفهم ولا عندك سابق معرفة بيهم بسؤولة لكي تكون بيدادية كبيرة بحال الويدادية اللي غن ندروع لها اليوم بالتالي كي يكون واحد الناس اللي كي أدي وواحد الناس اللي كي ينساحبوه كي يبغيوا استرجاع مبالغ ديالهم في وسط الطريق ويقدر داك مشروع ديالنا اللي كنا 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 عنا أمل أنه يسالف واحد الأجل ديال سنة أو سنتين يقدر يسالف أجل ديال خمس أو ست سنوات هذه مسألة عادية كي يعرفها أي واحد يفهم شوية الجمعيات أو كيف يفهم شنا هو العمل الجمعي نحن نريد أن نتافق وندروشي حاجة نقدر واحد ونجوش فينا يعيقونا هذا الاتفاق لأنه ليس يكون شيء يتازم بنفس الطريقة وليس يكون شيء يأدي في نفس الطريقة وفي نفس الوقت وفي نفس الالتزام لذلك هذه أولاً اليوم أنا كنتوجه للرأي العام مجموعة من الأسئلة التي طرحتها وكانت طرحتها مع المنخريطات والمنخريطين اللي كان عبر على التضامن ذالي معهم بصفتي الحقوقية لأنني صفتي المهنية كتلزمني بالواجب ديال القيام بمهامي داخل المحكامة وليس نهضر عليها هنا ولكن أنا كان عبر على تضامني مع أي مغربي ومغربية كان ضحية في أي ميرف من المفات في أي قضية من القضايا أنا كان عبر على التضامن ذالي معه وكان بغيروا الحق دياله ومن هذه الزاوية أنا كنتوجه للرأي العام وكانتوجه المنخريطات والمنخريطين اللي يشاهدون كيفية أنهم يتألمون وكيفية يحكيون حجم الضرر اللي تعرضوا لي هذه سنين خمس سنين والسيد المعتاقل هم غادين جايين أولاً غادين نوضح واحد مسألة غادين جايين الملف خداء المسار دياله اللي بنسبة المتهم يقدر يقول لك أنا بنسبة لي طويلة هذة المحكامة وعدباتني نفسياً ما شغل من جهتكم حتى من جهته يعني هذة إنسانياً لأنه إنسان تل متهم ما كان حيدوش على سفة إنسان يبقى إنسان ومنحقه أنه يتمتع بحقوق الدفاع ومنحقه أن يكون عندهم محامي محامية ومنحقه أنه يعبر على الوسائل اللي كتضمن لهم القرينة لبراءة كأصل وكيفما منحق المتضررين أنهم يخذوا النصح التوجيه الصحيح ويمشوا في المسار الصحيح ويخذوا تعويضات ديالهم إلا كانوا متضررين هذا حقهم ما يمكن تشي واحد يحيدون لهم هذة حقوق دستورية ما فيهاش لمزايدة دارف 2017 سمت فيه المصادقة على التقرير المالي والآدابي عندنا قانون أساسين سوف يكون عليه جميع الأعضاء في الجمعية المنخاريطين ليس مستهلكين بحالهم بحال المستهلك في الموقع أولا هذة يفهمها أي واحد المنخاريطين هم أعضاء في الجمعية كي يصادقوا على التقارير كي يصادقوا على الجمع العامة عندهم موضع عندكم علاقة بشخص اعتباري ماشي بشخص ذاتي اللي هو الودادية ولكن اعتقال وانا كان نسمع وانا كان بحالة كيتمارس وانا كان يتمرس النوع عن موحد تحقد الرد انا كي ينظر الهيئة والهيئة 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 وانا كان بغير مصلورة العام انا كي يلقضاء فاسد لا ماشي بهات الطريقة يمكننا احنا نقول المتهم اللي يشوف راسو تحكم بعشر سنين في جونحة وانا لا نسمح لوش انا شخصيا لانا يقولها لانا وهذه من الاساسيات من الضوابط اللي خصنا نحترمها هذه دولة الحق والقانون وانا يحب التحكم بالقانون وانا كان نظر القضاء اذا كان فيه حاجة ماشية افرحانين اجراءات اليوم خاصتنا نكونوا كنصفقون كنوا سعداء وفرحانين انه هتفتحت ميلف فاسد ماشي غفة في القضاء انجموعة من القطاعات وهذه خاصتنا نوجه رسالة شكر رئاسة نياب العمون وانجس على السلطة القضاء يعلم ما يقومان به من جهودات جبارة لمحاربة الظاهرة لانا فاسد ولكن كما نقولوا الفاسد توقف قاضي كائنا واحد الأبحاث اللي هي لازلت سرية اللي هي جارية بلغ إلى علمنا والله أعلم أنه تم توقف لهذا السابق لا يمكننا أن نتاهموا الناس هكذا هذه مسألة الأولى مسألة الثانية الجلسة الأولى كانت تعقدات من بعد أن أرجع ميرف من نقد عنده واحد القاضي لما عنده الحق عنده حالة تنافي لأنه بدت في ميرف بصيفة قاضي في واحد مرحلة لأنه بدت في ميرف ما عنده الحق لا يمكن أن تطبق القانون لأنه يمكن أن نرى المساطر والمساطر العادي والذي يجب أن يتضرر و تشكى هو الذي يتجب في السجن لأنني أقول أنه لا يجب أن يكون في السجن لا أريد أن أعطي رأيي في هذا الناحية لا أريد أن أعطي لأنه لدي منقول في المرافعة كمهامية سوف نقف في هذا الإطار الذي تزمت بك الحقوقيا لا يجب أن تقوم بمغلطات أنا أريد أن أصحح المغلطات لذلك المساطر يجب أن يكون أمور صحيح التعويضات هؤلاء ما يقول هنا سوف نستطيع أن تضمت و أقلت و أقلت و أقلت أنتو مجدين المشاكل كلها و تقولوا أن الميلاسة تحكم في الزربة لنبدأ التعويضات مجدون المبالغ التي تضعها في الويدة و هي شخص اعتباري عنده القرط و عنده الكيان و عنده الأملاك لا تعطيها الشخص الذي هو متابع أو مسئول أو مسير في حسابه الشخصي اليوم لديكم أحكام ضد الشخص الطبيعي و لا نخلطوه الشخص الذاتي و ليس هو الشخص اعتباري و حقوقكم اليوم نقول لكم بأنكم لم تخترتوا المصار لأن أي نزاع لكم يجب أن يكونوا مع الويدادية كشخص اعتباري مدام أن الأمر لا يتعلق بالوهم لأنه كان هناك ويدادية سكانية أخرى لكي لا نضحوا في الغلاط كان هناك ويدادية سكانية أخرى الذي كان مسير في هذا الويدادية لكي ينصب على الناس ومشرة لا عقارة لا بناية لا شيء هذا المين في هذا في تقريرين الخبراء الحيسوبيين تقول لك بأن المحاسبة مدبوطة لا تخلق القانون هذا يحدث من ناحية المحاسبات هذا الشيء الذي يريد أن يرى لا يرى يدخل المين في دياله ويقلب التقرير ويقلب تقرير الخبراء الحيسوبي تقول أن المحاسبة مدبوطة والخبر العقاري تقول أنه 75% أو 77% مشروع لا يوجد الوهم ولكن لا تمكن أن يتمكن من الاتمام على حساب ما يروي أنه لا يوجد انخراطات لا يوجد الوقت أو بقى تأخيرات هذه هي نقطة نقول لديه أخطاء في تسيير لا يوجد أن تحمل مسؤوليتهم لا يوجد أي مشكلة لا يوجد أي ضرر 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 لكن في المصار الصحيح لا يوجد أي ضحية توجيهات الناس التي تزايدوا و تلعبوا بالمينف هذه هي نقطة أخبرتها الثانية أخبرتها لديه أخبرتها ومتضررين أخبرتها مطالب المدني تسمى الدعوة المدنية التابعة أخبرتها في القانون وكانت استشهد بالحكم الجنحي أو الجنائي وكانت قلب تعويضات لأنه قادة قانونية لغبارات علىها وكانت تفاجئ في المينف أن أي شخص ناد ودعوه شكاية مباشرة أو شكاية يأخذ المصار دياله حكم بعشر سنين حكم أخر بخم سنين والأحكام الأحكام أن أحكمه لما أخرج يبقى وكانت تساعد وأن أخبرنا ونحكمه على دراشة بإ matching 840 سنة وما أخبرنا أنه لا يمكنه إلى النهاية و أنها تسمع في أي حكم ونحكم أن يكون نحن نرى مواطن مغربي يتحكم في 1884 سنة و يضم العقوبات و لماذا هذا الشيء و نرى قضايا كبيرة من الفسد و كانت تفع سنتين و ثلاث سنوات و موقفة تنفيذ بعض المسألة التي تقلت مؤخرا و لم أحسسها في القضاء كانت مؤسسات و 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 حقوق المتهم كانت مؤسسات والستفعليات و كانت تعلمها و من أنت ضامن مع شيء لأني عدوات آخر وأنا سوف نوجه رسالة المنخريطات و المنخريطين أو الضحايا في أي مين فتاة تعلق بالويدادية السكنية هذا ليس مشروع وهمي، هذا ليس مشروع كاين وأنا نستعد أن أعرض عليكم الآن صور أو نعطيه لكم مسجل تبين بإمكاننا مشروع كاين وهذا محضر ديال المعينة اللي دروا القوضات في عين المكان أنه يتم مشروع ما يكمل أسباب هذا الشيء؟ شغل القضاء نحترمو القضاء فقالوا لي أن أعيشت على متهم و أنت حقوقية فاكتشفت أن هذه الملاحظة في محلها حتى أنا حقوقية و حتى كان أمر حقوق الإنسان، سننبع على أي واحد سننبع على أي واحد لأن أي واحد هو إنسان وأي إنسان ممكن أن يكون مظلوم وأي إنسان ممكن أن يكون ظالم ولكن إذا كان ظالم من حقوقية تمتع بشروط و ضمانات المحاكمة العادية وأن الأجواء اللي خصتكم في المحاكمة هي خصتكم أجواء صحية وأن الحقوق ما تبانش لنا كتضيع لتشي واحد و اليوم أنا كنقولها لي كبانية بأن حقوقك تضيع لأن نفسي تتحكم في عشر سنوات قدر تقيد قضاء كي تحمل مسؤولية ديالوق طبيعة الحال و نحن يمكننا ندروا وسائل الطعن لا يحتاج أي مشكلة، نحن نحتارم القضاء ولكن اللي ضايع هم الناس اللي مشوف مصار ماشي صحيح من وراءهم؟ من وجههم نحو هذا المصار؟ من نصحهم بطرق دمة المملوء ديال الويدادية؟ و التوجه نحو شخص داتي و كأن الصراع بين أشخاص يحملون مشاعر متناقضة بعضهم لبعض أو باحتهم لا يحمل أخر و أنا أريد لك الحبس و أنا أريد أن أدخل و أنا أخذني و أنا أريد أن أكون في الحبس و ما سأأخذ؟ حيث أنت عندك مشكل مالي، حيث أنت تعويضات لا أريد أن تشي واحد يضيع أنا لا أريد أن تشي واحد يضيع أنا أريد أن الحق هو الذي ينتصر في هذه القضية و في قضايا أخرى لأنه مدام الحق ينتصر، بلدك ينتصر و القانون ينتصر شكرا لكم عندنا واحد ملف الذي كانت فيه شكاية مباشرة عن أستاذ قدي تحقيقه هو الجميل والأرواع أنا مصابس مع شمسؤول أنه فيها في الملتمسات يعني المشتكي في الملتمس دياله يطلب الضم شكاية دياله إلى ملف تحقيق اللي كان مفتوح اللي في هذا عشر سنين و ما تمشي الضم وش إغفال أو قرار بجميع أحوال تحترام عندما ساتروا قانونية ولكن ما مقبول ما مقبول هو أنه في أي ملف تتعلق بويدادية أو بشركة أو في مجموعة من ضحايا وش منطيقي؟ أن يكون عندنا ألف منخارط و ندروا ألف دعواء عمومية و ألف عقوبة حبسية أو سيجنية وش منطيقية؟ منطيقية و مقبولة لماذا؟ اليوم كنا نلقى نفسي في هذا الملف حكم هنا بخمس سنين حكم هنا بعشر سنين بعدها كل محكمة كانت تحكم باش بغت محكمة كانت تبلغة بأنها خستتدير ضرفة شديدة و خستتدير عشر سنين و نفس المعطاية نفس الوقائع جرمية في محكمة نفسها يعني بنسليمان حكمة بعشر سنين هنا و حكمة بخمس سنين هنا نفس الهيئة لا ندخل في التفاصيل بأنه مضطرة نحترم القرار الذي لديناه و أنه طلع الاستناف و تأيد كذلك و هذا سيكون في مرحلة بالنقد و كنا نرهقوه نحن كنا نضروع ترشيد نفقات كنا ندروا محكمة عن بعد بوعد باش ما يبقى ترانسبور سيجي من المؤسسة السيجنية للمحكمة باش ما نطيقوش في سكيزوفريني كنا نتحمل المسؤولية لا يوجد شيء يتجعليني هذا يدران قوله و هذا لا يقول لاش اللي كنت أتزم بها هو احترام المؤسسات فقط احترام القانون ولا كي شيء ما تعجبني وكسط صحح كما تقوم بمؤسسة النيابة العامة لا تقوم بعملتها و لا يبقى أن نرى نفس الأفعال الجرمية يفتح فيها ملف هنا و هناك و يصدر فيها حكم هنا و هناك و في الخرق القوى و أحد السيناريو حل و هلنا نحن في المريكان و عدنا 100 سنة و 300 سنة و 300 سنة و 500 سنة و كنا نحن فيها كنا نحن بالفت و كان خصائية تحكم بعقوبات قاسية و تحكمت بسانة و سانتين و كنا تتعلق بها تكارق أطفال و تتقلمنا و قلنا نملك و كنا نسال و كنا نحن تحكم أخر و وحمد لله كانوا قضاءة في المستوى رائدين ورجع الأمور إلى نصارها. ولكن كي نجعل الأمور تمشي بهذه الطريقة أي شخص يضرر التعوان الجنائية لا يمكن. لا يمكن. مهما كان ضرره. مهما كان ألموه. نحن لم يكن لدينا معركة في هذه المصريين. كل شخص يجب أن يريد. نحن لدينا قانون. نحن لدينا قانون. نحترم القضاء. نحترم القانون بما فيه. المؤسسات المعلية في الفاتقانونتية تحترم القانون. لن يجب أن تجد لدينا مزايدة. وليس من المفتحين لدينا الطاقة والجهد. لدينا المضافين والجهد. لدينا الموت والذي يشعل في المحكمة لتعطلات الجلسة. لنضيفه محاكمات متكررة في نفس الأفعال الجرمية. هذا أمر الخطير. لا يجب أن يكون في بلادي. قبل أن تخرجوا لا تنسوا تتابعوا فيه. فيه. وبرتجي الفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي